اشتركوا في القناة بالما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى وفي اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابي يعني رب ضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا ام لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم لو يذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديث ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجه بسمع برجه وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني 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 بيعينكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس ست الشهر ست ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا وهو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل في لغاية فجر يوم الاثنين هاي كل هالفترة اللي هي سبته احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة ورح يتضل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما منعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من يبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وأمور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة وإلها علاقة في الإرهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايش يلعب بالعاصير يلعو علاقة بالبركين يلعو علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا اشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن اشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت تحكي خلينا نروح على توقعاتنا للابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج القوس طبعا اول شي رح نحكي عنه رح نحكي عن الشمس الشمس اللي موجوده في البيت التاسع يعني هاي فترة ممتازة جدا للدراسة للعودة للدراسة لتغيير تخصصات لا الامتحانات للمقابلات للمناقشات لا اشياء العلاقة بالاستراد والتصدير للقضايا القضائية او للأوراق القانونية او لتعلم لغة او للسفر لا لكل شيء بيتعلق بالبيت التاسع حتى للرياضة هو ممتاز جدا فعشان هيك حاولوا انكو تكسبوا من هاي الاشياء الايجابية حتى لتواصلكم او تعارفكم او اتصالكم باشخاص من خارج البلاد او تطوير علاقة مع اجانب الفترة هاي بتكون برضو ممتازة وبتدعمكم وخصوصا انه عندك الشمس وعطارد هم الاثنين بيدعموا وبعطوك قدرة فكرية عالية جدا حتى على الاقناع وحتى على المفاوضات وحتى على التواصل اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الزهرة بتدعمك على مستوى الاوراق القانونية والمعاملات وبتدعمك على مستوى الامور اللي الها علاقة بارث الها علاقة بالامور الغيبية الها علاقة برضو بمسائل بتتعلق بالبنوك بالميراث بضريبة تأمين تحصيل ديون لايك مش عارف تحصلها لا استرداد بعض الحقوق اللي لايك برضو للمطالبات هي ممتازة جدا وبرضو للاموال المشتركة او المشاريع المشتركة او يعني الاشياء اللي بتدل على المال اللي انتي ما بتمتلكه اما بالنسبة للبيت الخامس فالمريخ مازال موجود هو بعطيك الجراءة بعطيك الطاقة للاندفاع للمغامرة للممارسة هواية لاشياء الها علاقة بعلاقتك بالاحبة الها علاقة بالابناء الها علاقة بالوالدين الها علاقة بالنزوات الها علاقة بالمرح الها علاقة بكل هاي الامور ولكن من طبيعة المريخ انه هو بدفعك بعطيك الدفع على هاي الموضوع بعطيك الجراءة لهذا الموضوع ولكن اذا انتي كانت جراءتك او ميولك سلبية فممكن تستغل كل اللي احنا حكيناه هاد باشي سلبي يعني فرض السيطرة فرض السلطة على الابناء مشاكل مع الاحبة خلافات مشاحنات فرض السلطة والاوامر هاي كلياتها بتسبب مشاكل فانتي خذ الايجابية من الموضوع حاول انك تبعد عن السلبيات او تحذر منها اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا احنا بنحكي عن الجدي الجدي اللي موجود فيه المشتري وزحل وبلوتو والثلاث بيتراجعوا فعشان هيكي منقولك انه يعني بدك تدير بالك تعطيك بعض الفرص او بعض الاشخاص بيستفيدوا ماليا ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية وفي منهم ممكن يسترد اموال لائلو او من عمل اضافي مثلا يحصل مكسب معين او ممكن انه يحصل على هبة مساعدة دعم هدايا ولكن بالمقابل هدول الكواكب في حال تراجع يعني برضو بيدفعوك للمصاريف بيدفعوك للتبذير وبرضو بيحطوك بمواقف حساسي جدا انه انت تكون محتاج فيها لفلوس او مضطر انك بدك فلوس باي طريقة او ممكن متراكم عندك مبالغ معينة او ديون معينة بتحاول انك انت تسددها يعني بدخلك في ضائقة مالية فعشان هيكي حاول انك تستفيد من الايجابيات وحاول انك ترتب وضعك على حسب اللي انا ذكرتلك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تتركز تقريبا بشكل قوي جدا من نبتون فنبتون رح يشكل بعض الزوايا الايجابية رح يكون هو الفترة هاي افضل حتى لو انه بتراجع بيطور من العلاقة او بيزيد من العلاقة او بيقارب من العلاقة البيتية او العائلية لخلي عندك اهتمام في امور العلاقة بالعقار او بالبنى او بالترحال او باستئجار بيتي جديد او الرغبة في بيع مثلا ارض او بيع عقار لالك او مصالحة معينة مع احد افراد العائلة يعني الاجواء برضو بتقدر تستفيد منها من الامور اللي احنا ذكرناها حتى على مستوى اثاث للبيت اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا احنا بنحكي عن اورانوس اورانوس اللي له علاقة بالمفاجآت له علاقة بالاشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ فعشان هيك بدك تكون حذر بدك تكون منتبه من اشياء سلبية وتكسب الاشياء الايجابية الاشياء السلبية انه هو بيجيب لك مفاجآت على مستوى العمل ممكن تترك عملك ممكن يصير عندك مشاكل بالعمل ممكن خلافات بالعمل ولكن بشكل مفاجئ مع زملائك مع رؤساك مع موظفين مع زبائن اخطاء بالعمل ممكن تسوي مشاكل او كوارث يعني هاي بتيجي بشكل مفاجئ ولكن في قسم كبير رح يستفيد بشكل ايجابي من اورانوس يعني رح يجيب له عمل بشكل مفاجئ عمل جديد او مشروع جديد او مثلا كان مريض يتعالج او يتشافى اه ممكن كان عنده احداث معينة لها علاقة بالعمل او بالصحة تنتهي فعشان هيك بتاخذ الايجابية وبتاخذ السلبية من الموضوع وبتنتبه من الامرين وصلنا للتوقعات الاسبوعية من صباح يوم الاربعاء لهو الامس القمر موجود في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية وممكن تتوتر وترتبك خلال الفترة هاي من مسألة طارئة الها علاقة بالعيلة او الها علاقة بوضع عائلة معين حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في عقار او للانطلاق في ورش الترميم وتأهيل من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في الحمل حتى فجر يوم الاثنين بتزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط تحمل هاي الفترة نشاطات او بتنشطك في نشاطات متنوعة ثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الامور ايضا ممتازة هاي فترة ايجابية حاول انك تستغل فيها كل شيء يبل ما ييجي فجر يوم الاثنين لان القمر رح يكون موجود في الثور حتى عصر يوم الاربعاء لان هذا بيت الصحة وبيت العمل رغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والامور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والارباح راقب وضعك الصحي لانه هاي الفترة فيها نوع من انواع القلق يا اما على الصحة يا اما على الوضع المهني من عصر يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالجوزاء مقابلك مباشرة حتى منتصف ليل الجمعة على السبت فبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة هاي فترة صعبة ابتثقل خلال هالهموم والمسئوليات لانه طاقتك بتكون ضعيفة ما تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات من منتصف ليل يوم الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان فعشان هيك بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض اهم ايش انك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الاوضاع لاعادة بعض الامور لانصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ما ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن في الفترة هاي تعالج موضوع مالي او اداري هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد 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 اشهد